موسيقى النص السماعي التقويمي بعنوان متاحف المغرب طلب منا أستاذ اختيار موضوع للبحث ليكون جزءا من مشروع قسمنا تنوعت اقتراحاتنا فضلت مجموعة أن تنجز بحثا حول متاحف المغرب تحمست للاختيار لأنني كنت على علم بوجود كتاب في مكتبة المنزل يتحدث عن المتاحف في المغرب وأنواعها لما وصلت إلى المنزل توجهت مسرعا نحو المكتبة أخذت الكتاب قرأته وسجلت ما يفيد مجموعة في البحث وفي الغذ أحذر كل منا ما عثر عليهم المعلومات لما حان وقت عرضي قرأت فيه المتحف مكان تجمع وتحفظ فيه الآثار القديمة والتحف الناذرة تفتح المتاحف في وجه الناس عام لأغراض التعليم والترفي وتتم زيارتها وتتم زيارتها إما بشكل فردي أو ضمن مجموعات في المغرب عدة أنواع من المتاحف متحف حديقة الحيوانات بتمارة ويضم حيوانات كالأسود والنمور والظرافات والغزلان وغيرها المتاحف الفنية وتعرض أعمال الرسامين والفنانين ومتحف الثرات الأمازيغي بمدينة آقادير الذي يحفظ مجموعة المجوهرات والحلي ويعد متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر أكبر هذه المتاحف المتاحف العلمية وفيها تجد بعض الأدوات والأجهزة العلمية القديمة كمتحف العلوم بالرباط متحف النيازك بآقادير المتاحف التاريخية وهي التي تحتفظ ببعض الوثائق والكتب والصور والأدوات القديمة التي استعملها الناس في حياتهم كمتحف الآثار بمدينة الرباط أنهيت عرضي وعبر أستاذي عن صروره بعملي وقال لي لقد اخترت من المعلومات ما يفيد وأحسنت تنظيمها أنت مشكور على عملك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر